كلر في المباراة اللي جاية قدام قرواة الياباني بيفكر يعمل تغييرات على تشكيلة الفريق وهيبقى فيها بعض اللاعبين الممكن ما يكونوش ليهم او شاركوا كتير في هذه البطولة تحديدا رامي ربيعة وقاليو ديانج غالبا هيبدأوا في التشكيلة الاسسية في المباراة القادمة مباراة قرواة الياباني دي حكاية ان شاء الله الاهلي يبقى شكله افضل في البطولة اللي جاية ان شاء الله نهار دا كان فيه اشاعة كده دايما تقريبا بتفرج على كورة اقولك من سنة كام من سنة 95-96 تقريبا يعني في الفترة دي بدأت يعني ايه اوعى لمشاهدة المباراة والاخبار وما خلف هذه المباراة والاخبار لما بعد هذه المباراة دايما لما فريق مصري او منتخم مصري دايما لما فريق مصري او منتخم مصري يخسر في بطولة كبيرة لازم في بعض الجرائد بعض المواقع بعض الاعلاميين دلوقتي بقيت السوشال ميديا هي اللي بتعمل الكلام دوت واحتلالك يقولك ايه المباراة هتتعاد سمعت الجملة دي كام مرة في حياتك والله او انت بتفرج على كورة اي مباراة كبيرة لفريق او منتخم مصر لفريق مصري او منتخم مصر بعدما بنخسر يقولك خبر كده يقولك احتمالية اعادة المباراة ليه يا عم ليه يا سيدي ليه بتعشمني يقولك والله اصل النجيلة ما كيتش مبلولة كويس اي حاجة بقى ايها اصل الدنيا كان بتمطر اصل الشمس ما كيتش طالعة كويس اصل الحرب كان عالي اي حاجة اي حاجة بص ما لهاش علاقة بالمنطق فبعض الناس النهاردة قالوا لك ايه ان المباراة بتاعة الاهلي وفلومانينزي هتتعاد ليه يا سيدي قالك انه كان فيه لاعب في لومانينزي من فلومانينزي يعني اترد في نهاية كأس لبرتدوريس وبالتاني ما كانش ينفع يلعب اول مباراة دي في كاس العالم الان دا فتلاقي عيني الناس اوه والله ايه ده ازاي عدت علينا دي وازاي عدت على الفريق البرازيلي دا وتولعب واحد كان مطرود وازاي عدت على الاتحاد الدولي يا سلام شوف عدت على كل الدنيا بس فيه واحد هنا عندنا كان اسكى واحد بقى ده اللي بيقى اسكى اخواته اللي هو انا جبت التايها انا اسف انها بوضع حاجة زي كده او يعني بفهمها للي ما اخدش باله يعني عشان ميه ناس استدقت لأسر اذا شفت تعليقات الارضة ان شاء الله والناس بتبعدها هتوضع هو هتوضع صحيح المباراة دي بطولة ودي بطولة يعني اللي بيتطرد في كأس لبرتدوريس التارد دا مش هيأثر عليه في كاس العامل الاندية واللي هيتطرد في دورة ابطال الافريقية مش هيأثر عليه في كاس العامل الاندية دي بطولة بينظمها الاتحاد اصلا مختلف كمان الواتحاد الدولي ودي بطولة بنظمها الاتحاد القارق يعني حتى مش مرتبط يا فيها ارتباط من اي نوع في الاتحادين يعني مش مطقية خالص يعني والناس يعيني بتصدق اي حاجة يقول لك اه طب ما حلو بالمناسبة يعني لو فيه مخالفة ادارية عملها الفريق البرازيلي تمام هيمش تتعادل مبرأة اصلا هتبقى النتيجة لصالح الاهلي كمان يبقى الاهلي كيس بالاهلي يمقى ان شاء الله الى مانشستر سيتي فيش كلام ده طبعا يا دي حكاية